دهون تعتبر الدهون مصدر أساسي للطاقة والمركب المثالي لتخزين الطاقة الفائضة والاستخدام عند الاحتياج وبسبب خواص الدهون الفيزيائية والكيميائية فأنها كذلك تلعب دور مهما في دعامة الغشاء الخلية وكذلك فيها كالية محترات الثقلية وتنقل الدهون عن طريق الدم من خلال مركب يتعام باللبو بروتينز واللبو بروتينز يتكون من جزء بروتين وجزء دهني وأمثال هذه الدهون التي يحتاجها الإنسان والتي تنقل في الدم عن طريق الليبو بروتينز هي الكوليسترولز والترايجلسرايت الكترايجلسرايت هي ما تسمى بالدهون الثلاثية والفاتي اسيدز والفوسفوليبيتز الليبو بروتينز وهي تمثل مصنع الدهون في جسم الإنسان كما في مصنع النفطي في الحقيقة أو في أرض الواقع فأن هذا تعبير مشابه له وأول هذه الليبو بروتينز أو المركبات البروتينية الدهنية هو الكايلو مايكرونز والكايلو مايكرونز يعتبر أشبه بالعربة الكبيرة أو بالسفينة عفوا السفينة الكبيرة الناقلة للدهون والتي تنقل الدهن والتي تحتوي على الخزانة الأكبر من الدهن وتنقلها إلى الخلايا وتحتوي طبعا بصورة رئيسية على الترايجلسرايت أو الدهون الثلاثية ثم يأتي بعدها بـ Very Low Density Libre Proteins أو VLDL وهذه يتمثل أشبه بالشاحنات النفطية التي تنقل ترايجلسرايت كذلك إلى الكبد ورزومة المخزن الرئيسي في جسم الإنسان للدهون وكذلك إلى الخلية للطاقة أو الإنتاج الطاقة الليبو بوتينز الذي بعده يسمى بـ Low Density Libre Proteins أو LDL وهذا المركب غني بالكولسترول والكولسترول هو مركب دهني ثاني يختلف عن الترايجلسرايت ولهو وظائف مختلفة كذلك فهو يتخل في تصنيع الهرمونات كذلك في تحرير الطاقة وكذلك التاخل الخلية أي هناك وظائف متشابه للترايجلسرايت والكولسترول وهناك المختلفة وتمثل الـ LDL كشاحنات أي أشبه بالفارغة كذلك تعطي الكولسترول إلى الخلايا المحيطية وكذلك الكبد بعدما تم استنفاذ الترايجلسرايت في جسم الإنسان ويأتي المركب الأخير من الليبو بوتينز والذي هو الـ High Density Libre Proteins أي الـ HDL ويعتبر بالمثابة الطاقم الذي ينظف الخلايا من الدهون الزائدة ويخزن الدهون الزائدة من الخلايا إلى الكبد فلذلك هناك ما يسمى بالمركب الدهن الضار ومركب الدهن النافع المركب الدهن أو الناقل الضار الذي هو الـ LDL فهو هذا الذي يطرح الدهون إلى الخلية مما يسبب أحيانا أمراض عند زيادة أو بالنسبة كبيرة يسبب تراكم الدهون في الخلايا مما يسبب أمراض في القلب والشرعين ومن هذا القبيل أما الـ HDL فهو بمثابة أكسية فهو يقوم بتنظيف الدهون والكولسترول والترايجلسرايت من الخلايا ويطرحها أو يخزنها في الكبد طب مثابة الـ Libre protein أو الدهني النافع بالنسبة للكولسترول يستخدم في جسم الإنسان الوظائف متعددة والكولسترول يعتبر أهم الدهون فمثال ذلك هو يساعد على نقل المركب الدهني الثاني الذي هو ترايجلسرايت وسط الـ Libre protein أي النواقل كما استدفنا سابقا وكذلك يحافظ على ديمومة أو عمليات الحيوية داخل الشكل التركيبي والهيكلي للإستغشاء الخلية كذلك هو يعتبر كمصدر رئيسي لتكوين الهرمونات ولكن عندها زيادته بصورة كبيرة يؤدي إلى أمراض في القلب وتصلب الشرائم إن من وضائف الدهون بصورة موجزة أولا توفر وتخزين طاقة في جسم الإنسان كذلك تعتبر كرسائل كيميائية وهو التعبير الآخر للهرمونات فالهرمونات تعتبر رسائل كيميائية كوناحيانا من الدهون أو مركبات بوتينية تؤامل على تحفيز نوع من الخلايا في إنتاج مادة معينة أو إنزيمات أو أحيانا هرمونات كذلك كذلك الدهون تحفز على تكوين الكولسترول وهو كذلك قلنا واحد الدهون الذي له دور مهم في عديد من الوضائف في جسم الإنسان كذلك الدهون تنظم درجة حالة جسم الإنسان والدهون تكون مادة البروستغلاندين والتي هي مادة مهمة عند حدوث انتهاب ماء أو جرح وتزعل التقام بذلك الجرح كذلك تكون أو تدخل في جزء تركيبي في سطح الخلية أو الغشاءها طرق السريعة هناك نوعي من نقل الدهون في جسم الإنسان طيقة خارجية وتسمى بالـ Exogenous Pathway وطيقة داخلية وتسمى بالـ Endogenous Pathway الطيقة الخارجية تتمثل بهضم الطعام غني بالدهون وتأتي كما قلنا المخازن أو النواقل الرئيسية كالسفن والاكتسامة بالكايلو مايكرونز في نقل الدهون هذه وتعبر خلال مجرى الدم وتطرح جزء منها إلى خلايا بعض الخلايا الدهنية وبعض خلايا جسم الإنسان من ثم بعد ذلك بعد استنزاف الدهون التي فيها تذهب للكبت وتخزنه هناك ثم يأتي دور الطيقة الداخلية في نقل الدهون والتي أولاً يقوم المركز للبروتين VLDL بيأخذ بعض هذه الدول مثل Triglyceride Cholesterol وبتوزيح على كذلك بعض الخلايا في جسم الإنسان وبعد استنزاف جزء منه يتحول إلى LDL والLDL كذلك يحتوي بصورة كبيرة على الكوليسترول ولكن نسبقية من Triglyceride بعد استهلاكه من قبل VLDL من خلال الخلايا فيقوم LDL كذلك بطرح الكوليسترول إلى الخلايا وبعد استنزاف الكوليسترول كذلك يتحول إلى مركب أخير وهو HDL HDL بصورة رئيسية يقوم برجوع إلى الخلايا ويسحب أو ينظف الخلايا من الدهون الزائدة ثم يرجع إلى الكبت فيخزنه هناك القياس الدول المختبرياً أولاً طريقة الإنزيمية أو اللونية وهي طريقة الشارع التقليدية وقامة على تفاعلات إنزيمية وتعطي لون معين يتناسب طريدياً مع التركيز المادة كذلك لدينا طريقة الإلكتروفورس وهي التحيل الكهربائي نفس الطريقة المستخدمين في البورتينات وبعد وضع تيار كهربائي على عينه موضوع في وقت ترشيح ستقطع هذه العينات أو المركبات الموجودة في الدم مسافة معينة وبالمثال هنا الدهون وبعد قطعها مسافة معينة تترك فراغات بين مركب وآخر أي بين مثلاً تركبي سرد والكولسترول حسب وزنها الجزئية وشحنتها وبعد إضافة مادة لونية تتلون هذه المركبات ترك مسافات بينها وعندما قارنتها بمعايير ثابتة يمكن معرفة كل مركب حسب المسافة القاطعة له في وقت الترشيح لدينا طريقة نيوكلير ماغنيتيك رزيننس وهي طريقة جديدة يستخدم نفس الجهاز الذي يستخدم في الرنين ولكن يتم تعديله فيزيائياً بحيث يقيس بعض المواد داخل الدم وهذا المبدأ قائم على أنه لكل نواة مكون للذرة في مركب معين لها تردد خاص بها فعندما يقوم الجهاز بإرسال ذبذبات معينة تتحفز النواة رفق ذبذبات هذه المعينة حسب نوع المركب فتعطي تردد معين يتم قياسه حسب تقنية في الجهاز فالتراك بسرده هو تردد معين كولستروله هو تردد معين حسب المركب طريقة الألترا سنترفكيشن وهي قائم على الفصل إذ تفصل الدهون حسب وزنها الجزئي بسرعات معينة يتفصل كل واحد على حدة حسب سرعة معينة ويتم قياسه على حدة كذلك طريقة الكروماتوغرافي وهي الطريقة القائمة على الخاصية الشعرية وتتمثل بوضع ورقة ترشيح معينة في الحوض وهذا الحوض يحتوي على مركب لا قطبي وفي هذه الورقة الترشيح توضع عينة ميض ماء وبخاصية الترشيح أو بخاصية الشعرية يصعد أو تصعد جزئيات السائل اللا قطبي خلال الوقت الترشيح وعند مورها بالعينة المريض تدفع أو تسحب معها المركبات مثل الدهون حسب وزنها الجزئي وحسب قطبيتها ويفصلها أو عبورها إلى ماكن معينة في الوقت الترشيح تأكد بينها فراغات وعند مقارنة الفراغات أو المسافة المقطوعة من قبل كل مركب مع معايير مثالية يتم معرفة كل مركب حسب مسافة قاطعة هذا بالنسبة لطريقة الانزيمية التقييدية على سبيل المثال يقاس كل واحد على هذا عن طريق انزيم معين يتفاعل معه فبالنسبة لترايجليسرايت يتفاعل مع ليعطينا جليسيرول والذي يتفاعل ويضاف له مادة الفسفور بواسطة ليعطينا مركب هذا المركب يتم اكساداته بواسطة مركب آخر الذي هو أو بواسط انزيم آخر عفوا اللي هو ليعطينا مركب الهيدروجين بريوكسايد والذي هو مركب لوني يتناسب طريق مع الترايجليسرايت ويتم قياس كذلك نفس الموضوع ولكن يجب أولا فصل الهدل الهدل يتم فصله هو اولا بالترسيب بعد فصله بسرعة معينة ويرقاس على احده وبالمقابل يصبح لدينا ثلاثة اشياء معروفات التي هي كولسترول والترايجليسرايت والهدل اما الهدل والهدل يتم قياسه بواسط معادلة معينة من هذه المعلومات ثلاثة